بطولة مهمة جداً بالنسبة لنا الناس كلها مركزها وعندنا هو الجولدن ليج تعتبر دي من أقوى البطولات اللي بتتعامل ماتشاطه دي قبل بطولة أوروبا بطولة أفريقيا وكاس عالم تحضير كويس جداً بالنسبة لنا عشان خطر الفرق بقالها الناس المحترفة للسجعية فالناس كلها تبقى تاني تخش في أجواء المنتخب وانحنا نرجع نعلعب مع بعض تاني ويحصل تفاهم كويس زي الأول وتركزنا كله وان شاء الله بيزن على البطولة دي لان مؤهلة لأولومبيات وهي وفرق منتخب واحد بس هو اللي بيوصل وطبعا عشان عندنا في مصر كاس علام هنا في مصر عشرين واحد وعشرين كنا بنأمل ان في جمهور لو كان معنا جمهور كنا وصلنا سيمي فاينال أو فاينال فطبعا ده بيدينا دافع كبير جدا زي ما حصل في بطولة أفريق في الصيف اللي فات وجود الجمهور بيدينا دافع وبيدينا الموتف ان احنا نكسب طبعا وانحنا زي ما احنا بنقول دايما ان الجمهور لعيب رقم واحد طبعا فيه منتخبات كبيرة زي منتخب تونس منتخب المغرب الجزير دلوقتي كاب فيردي كمان احنا داخلين واخدين كل مواطش بمواطشو من دور المجموعات لغاية لما ربنا يكرم ان شاء الله بيسنان لها السيمي فاينال والفاينال فانحنا مركزين دلوقتي كل مواطش بمواطشو وانحنا نعديها واحدة واحدة ان شاء الله لغاية لما ناخد البطولة بيسناني والله احنا الحمد لله بدنا نستعد بقالنا فترة من أول 12 والمنتخب بدأ يتجمع المحترفين بتيجي واحدة واحدة ان شاء الله عندنا بطولة خوية جدا في الدنمارك الدنمارك وهولندا ونرويج مرشد كويسة جدا والبطولة ان شاء الله على ارضنا اكيد دايما المنافسة العالية بتكون ما بين احنا وتونس والجزائر وفيه فرق طالعة كويسة زي كاف بيردي وانجولا بدأ يبقوا كويسين فاحنا واخدين حزرنا من كل الفرق وان شاء الله ان شاء الله مركزين يعني تونس طبعا هو مواطش الدربي وده اقو حاجة واحنا نستعد له زي ما دايما بنستعد مفيش حاجة زيادة مفيش حاجة أقل بندرس الفرق اللي قدامنا ازاي بيلعبوا الفرق اللعيبة الطرق اللي بتلعب بيها التاك تيك اللي حاجات المدرب بيقولها والراجل معانا كويس جدا في اللحاجات دي فبس والتحضير يعني نفسي وزهني للماتش اللي احنا نكون جاهزين في الوقت ده وان شاء الله خير دود افريقيا يعني فيه فيه هرق كتير كويسة طبعا عندك تونس جزائر انجولا المغرب مش عايز انسى حد لا هم فرق كويسة جدا طبعا البتود افريقيا هي مشكتها اللي هي دايما ممكن تحسن فيها مفاجئات دايما بتحسن فيها مفاجئات فاحنا بالنسبة لنا مش عاوزين يحصل فيه اي تفاجأ بالنسبة لنا عاوزين يبقى مدين كل ماتش حقه من اول ماتش حد اخر ماتش بالنسبة لنا بطولة مهارة الموضوع اللي يحصل فيها غلطة او يحصل من فجأة زي ما بنقول اكيد بالنسبة لنا حاجة صعبة جدا فان شاء الله ما قصاش اي حاجة نحن هجدي وان شاء الله احنا مدين كل الفرقة حقها وان شاء الله محضرين الفرقة كلها كويسة وطبعا دفع كبير جدا بالنسبة لنا نحن نرعب على عرضينا خصويا ان شاء الله لو الجمهير جات في الماتشد كلها بالنسبة لنا هتبقى حاجة كويسة جدا نحن نرعب في السيد القاهرة الصلاة كبيرة جدا هي صلاح زوحة الدين الصلاة كبيرة ديا وما اتملتش هتبقى الموضوع بالنسبة لنا مش احسن حاجة لو صلاة اتملت هتبقى احسن حاجة طبعا نتمنعين الناس ان شاء الله هتحضر الماتشد خصويا للجدل كويس جدا في الماتشد في مواييد الماتشد لو ناس حضرت هتبقى بطولة كويسة جدا ومكحة من كل المقاييس وبالنسبة لنا طبعا دفع قوي اللي احنا نكسى البطولة زي المنطلق دي هيا دين مؤهنة للولمبيات وليحنا نكسى البطولة ده هو ده هدفنا الوحيد حاليا من الفريق كل وبيفكر هدف واحد بس نحن نكسى بطولة افريقيا وبعك انا نفكر ايه اللي ممكن يحصل بعد كده ما ادارش نفكر في الولمبيات وإحنا اصلا لسه ما لعناش الولمبيات او لسه ما دخلناش البطولة نفسها فهدفنا واضح وصريح حتى الناس كلها كانت مع بعض اللي احنا هدفنا واضح وصريح اللي احنا نكسى البطولة ومن البطولة ان شاء الله نمتد نفكر بقى في اللي جاي بعد كده طبعا احنا لوقتي بدأنا المرحلة الأخيرة من الاعداد ان شاء الله بتوت افريقيا بإذن الله بكرة الصبح مسافرين على دينمارك مشاركة في الجولدين ليج ترت متشاط قويين جدا بس احنا قصدين يعني نحضر الفرقة ان شاء الله على المستوى ده للنهاية بإذن الله دي خطوة الأولى للولمبيات ان شاء الله اللي هي بتوت افريقيا نكسى بها ان شاء الله نتأهل مباشرة للولمبيات في باريس فيعني احنا ده البرنامج الاعداد الكامل من هنا ان شاء الله ان شاء الله لباريس في حالة اهل مباشر من افريقيا طبعا بيبقى فيه فرصة تانية لو ما طلعناش اول اللي هي فيه الملحق في شهر ثانية وشهر خمسة بس بإذن الله هدفنا نكسى البطولة ونتأهل مباشرة للولمبيات احنا بدأنا الاعداد ده من نص ديسمبر بعد ما خلصنا ماتش السوبر وتعلق اهل الزمالك في الامارات خدنا فترة اسبوعين قبل المحترفين ما يخشوا معنا نجهز اللعيبة اللي بتلعب في الدول المحلي لمدة اسبوعين في الاول بعد كده من يوم 27 داخل معنا كل المحترفين وبدأنا فترة الاعداد النهائية للبطولة ان شاء الله هو حافز كبير جدا نحن نلعب في ارضنا وان شاء الله السنة دي في استادة الكاهرة يعني بطولة الفتت كانت في استادة الكاهرة حسن مصطفى في اكتوبر فكان الحضور اقل استادة الكاهرة طبعا ده بيبقى دافع قوي جدا للعيبة وان شاء الله سلاح نستغله في صلاحنا افتخضناه في كساء عالم 21 كان مهم جدا بوجود الناس ان شاء الله المراد بوجود الناس في الاستاد الدعم ده يقدر نخليها نكسب ان شاء الله البطولة ونتقهل للنوبات مباشرة وده الهدف الرئيسي انا بنحضر لكل فرق وبناخدها دايما خطو بخطو اول ماتش ثم تانية ماتش ثم تالت ماتش بعد كده دور التمانية وهكذا فما فيش اللي احنا مش رحين نلعب عشان نلعب النهائي مثلا ورحين نلعب عشان نلعب قبل النهائي كل ماتش مهم وكل ماتش بنحضر له بالطريقة المزبوطة يعني هي ده فلسفة احنا مش شغلين بها من زمان يعني هو ده التوجه بتاعنا فان شاء الله احنا عمي حسب لكل اكيد يعني اكبر منافس البطولة طبعا هو تونس هو ده اكبر منافس لنا ان شاء الله يعني اكيد هنعدله في الوقت اللي احنا عنلعبهم فيه ان شاء الله ده في دور قبل النهائي باز اي ما قلت لك الاول ناخدها الخطوات الصح الاول دور المجموعات وقتها دور التمانية كان شاء الله ما برا تونس لها بالنهائي بازن الله